انت جاولت صحيح قبل الشهادة او لا؟ يس 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 قولت الحماك بقى انت اشغل بصنا الحماك كان دكتور جامع الله ارحمه الله يرحمه والراجل ده يعني ايه سبحان الله انا ببسط ان تجي فرصة دايما نتكلم عليها عشان انا ايه اللي عمله معي في حياتي ده ان نفسي الناس كلها تختدي بيه وفي نفس الوقت ايه ده وعلى الراجل ده الراجل ده انا روحت له بقوله ايه بقوله انا معنديش شقة اصلا انا مجاوز انا عندي 23 سنة فانا معنديش شقة معنديش شغلانة ثابتة زيس انا مخلصتش جامعة وما دخلتش جيش ومراتي اصلا اكبر مني تلات سنين فبعض الاسر ده بالنسبة لهم تهريج ان انت تيجي تعمل كده اصلا فعلم فانا لما قلت لابوي الكلام ده قال لي ان انت مش هنتهزق روح لو لو طردك وهزقك وبتاع خلاص هتبقى لوحدك اه يا عم فين والله يا ابني نفع ابقى اندهلنا نيجي فين الله الحاج في البركات فانا رحت حماية الله ارحمه كان رجل صاحب رؤية يعني وكان يعرف عنه انه يعني ما كانش فيه طالب عنده يسقط على ايده وكان رجل كده ايه عارف نحسابه كذلك ولا انا نذكيه على الله يعني ان ما فعش يذكي حد على الله سبحانه وتعالى ولكن احسابه تطبيق حي لحديث النبي عليه الصلاة والسلام هاي لا ينسهل قريب من الناس يعني في العادي كده الجوازات بتبقى مليانة مشاكل وضغطات وبتاع الراجل ده انا قعدت معاه والله يا ما بقتش فاهم هي دي دعوة امي ولا ده ولا ده يعني دي معجزة الحاجات دي كلها قلتها قال لي ما عنديش مشكلة في الاخر قال لي هستخير وهارد عليك بعد يومين رحت له بعد يومين بعد ما رد علي فقعدنا قال لي مبدئي الموافق يعني بس خلينا اتفق على الحاجات البسيطة بتاعت الجواز ديت عشان بس لما بوقي يجي مش عايز اعتعبه بقى في ان احنا نعود من الكلام عايز اتعرف عليه كده وتبقى القعدة ايه زريف اه منحب بعضي يعني ما يومينش تخيب انا بقى قلت بس بقى خلاص بقى خش على البتاع والله العظيم يحمد انا تقريبا يعني ما الجواز ده هو كان رزقه مش ان انا جالي فلوس كتير هو ان حماية ما يحملش علي وبعد ما خلص كلام يعني كلام سهل قوي بسيط قوي فانا ايه اتجرأت كده قلت له عمه بس يعني كان يعني انا عندي طلب قال لي ايه قلت له اصلا انا بحبش الافراح انا كان واحدة من كوابيس حياتي يعني كان عندي مشكلة كتير قوي مع منظومة الجوازة اولهم ان احنا مش عايزين نفرج الناس الشبكة وانا امراتي عملنا حاجة في شبكة يعني مسخرة يعني بص انا ضربت كل التقاليد الجواز في الحيطة كده فكان من ضمن الحاجات اللي مجنناني جدا كان موضوع الفرح ده طول انا محبش الافراح والهيسة ولا انا ولا بنتك هنرقص ونعمل ملناش في ده فرح اعملي ازاي ولا احنا كمان يا ابني نحب الافراح سبحان الله طب عمه طب انا يعني الخطوبة وانت عارف حدود الخطوبة مش عارف ايه واحنا عايزين ننزل ونجهز طب ينفع نكتب الكتاب وانا مفيش اي مشكلة كمان عارف اللي هو ايه ايه عم انت الكمال ده والله عايات يا عم يعني انا لما بقول لما بقول اسمه بقول الله يرحمه اقسم بالله يا احمد انا عمري ما قلت على حد الله يرحمه بهذا القلب الا الراجل ده هو ما الله يرحمه يعني اه ايجوزت في هذا الصياق يعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة